وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين أكد أن السعودية تعيش في عهد خادم الحرمين الشريفين نهضة تنموية حضارية اقتصادية في شتى المجالات وحققت للمواطن السعودي العيش الكريم وجعلت للمملكة مكانة ودورا مؤثرا في محيطها الإقليمي والدولي نعيش هذه الأيام مناسبة غالية علينا جميعا وهي مناسبة الذكرى التسعون اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية نستذكر فيها ماضي الوطن المجيد وحاضره المشرق يسرني بهذه المناسبة أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى التسعون اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية كما أتقدم الشكر والتقدير على مشاركة مملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا لمناسبة ذكرى التسعون اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية فأفراح المملكة العربية السعودية وأفراح مملكة البحرين الشقيقة واحدة كل عام مملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في تطوير وازدهار وأمن وأمان سائلنا الله العلي القدير أن يحفظ المملكتين الشقيقتين قيادة وشعبا وأن يديم علينا جميعا نعمة الأمن والأمان والاستقرار